الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف عنوان اخترت وزارة الأوقاف لخطبة الجمعة الماضية استدعاء للقيم النبيلة والصفات العظيمة التي تميز الإنسان الأصيل عن غيره وطرحا لسؤال مهم حول مصير تلك القيم التي ارتبطت بالشخصية المصرية وجسادتها جدران المعابد الفرعونية وتكاد تتعرض للطمس نتيجة أمراض الزحام والعشوائية ولكون منظومة القيم الأخلاقية من أهم أعمدة بناء المجتمعات فإن صيانتها من أهم أدوات تقدم على كل المستويات من خلال محاربة الغش والكذب والعنف ونعدام الضوق العام والعشوائية والرشوة وضياع الحقوق وغياب الانتماء وهي ظواهر توسعت بقوة في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة مما دفع الدولة إلى طرح تشكيل لجنة تنمية الضمير تحت إشراف مجلس علماء وخبراء مصر ورعاية مؤسسة الرئاسة فهل تنجح أفكار الدولة وقدراتها في إصلاح ما أفسدته الأيام؟ أم أن للمجتمع المدني والنخبة والمؤسسات الإعلامية دور في إعادة القيم المصرية إلى مصارها السليم؟